الريحة رمضة على ملايك فهم دي موقف من كل ما هو تمويه سواء جاي من مصر ولا غير مصر في المهن هذي فمن برشة تمويه تو عجبينك اللي غنيوا الكل نجوم وين شفناه أما مصر تخرجت النجوم؟ خرجت ممثلين كبار وخرجت ممثلين كبار؟ بتبيعت الحال وخرجت ممثلين صغار الميليجي مثلاً اللي حكى عليه صاحبنا سيتان جران كوميديان ميليجي توفيق الزقن أيقونا توفيق الزقن خلوة تشبيه ميليجي أما حتى جدد زدن محمد رمضان والاخر قال لك أنتوني هوبكينس بي سي مانيفيك والاخر قال لك يقلد في بروند ومغروم ببروند ميسيبيا كيتذكارتين تذكروا معي هذوم تصور معنا سي مانيفيك لفا نشكرهم على التشبيه أما في نفس الوقت محمد رمضان لن ينتمي إلى سنف الممثلين محمد رمضان يعمل في حاجات بايه يباطي الساحة بارك الله فيه يعمل في حاجات فازات بايه يمشين في السوق بتاعهم موجوش الممثل مدرهش ممثل موهي ماندوش م عندوشمثلان العمق منطاع أداء مثلا محمود الميليج اهذيك مش بالوقت وبالخبرة ماندوش العمق في الأداء محمود عبدالعزيز ماندوش العمق في الأداء ممتع انا أعكيك على مسار يا رنيا ماندوش العمق في الأداء ممتع أحمد زاكي لا تتاهم باعدائك للشباب من الشيء عادي وشباب للشباب حتى لا تتهم بعدائك للشباب من من الشباب يقنعك مصاروة من من الشباب لمصاروة ليقنعوك شو كون شوفنا احنا من الشباب شوفنا احمد سقا شوفنا شوفنا احمد عز شوفنا شوفنا من البنية ما يعز الدين شوفنا شوفنا فم السيم يتقول فيهم معاملين ما نعرفهم شو ما اتبقى بو اسمع اذا كان فم حاجة قوية برشة تو تظهر مصر ما حبيتش تدخل لها ما عنديش دافع انت ممثل كبير في تونس اسمك عربيا معروف مصر خدمت على تلاقح السوري المصري شوفنا جمال سيمين بالمصري متجدهاش المصري اللهجة متجدهاش نكلمهم كل اما ما نجمش المثل باللهجة مش لهجة هند أخطأت هند منعرش عليها ربي عينها عندها ملكة ما هيش موجودة عندك ما الملكة مجاك أنا كانوا جيوني سيناريويت باللهجة في سوريا كالعاق في البيئة البيئة الوحيدة اللي نعرفها مكن منها ونجم نتنفس بها هي البيئة متعنا بناتنا مثل سعيد يكتبوا لي دور مثلا مصراوي أصلوا تونسي يولي فاما كلام تونسي أصلوا مغربي تعفوندو مثلا كنتمش نعملو هنا مع صسpra كونتبالي يكون 피زورو ك cupcakes وانو عاملو كمية مانيفيك مانيفي كنتعملو عنتي كيفيش بنفس الثاني ل لنفذير اكتبت موش كيف summarize ناوح ناوح مثلا كتب مانعا ناوح